العراق بات دولة فاشلة هكذا وصف الصحيفة لوفيغار الفرنسية ما آلت إليه حال البلاد بعد ثمانية عشر عاما من حكم أحزاب جعلت من ثرواته غنيمة تقاسمتها الكتل السياسية وفق نظام محاصصة طائفية الصحيفة قالت إن العراق اليوم يعاني الدمار حتى من قبل أولئك الذين يزعمون أنهم أتوا لمساعدته مشيرة في تقرير لها إلا أن واشنطن تسببت على مدى العقدين الماضيين في مفاقمة أزمات مزمنة للعراق إذ تسببت بترسيخ نظام حكم وفق نهج طائفي فضلا عن تسببها في تغلغ الغرغرين الميليشيات الموالية لإيران وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العراق غدا منطقة مفككة وقعت تحت سيطرة إيران التي ضعفت من السفزازيها بإنشاء ما سمته بالممر الشعي إلى سوريا ولبنان في وقت باتت البلاد ساحة صراع نفوذ مفتوحة بين طهران وواشنطن لوفي جارو تطرقت إلى انتخابات العراق ورأت أنها لن تغير شيئا من واقع البلاد ولفتت إلى أن أحزاب السلطة حاولت أن توحي بأن الاختراع تم قبل وقتهم بضغط من المتظاهرين الذين طالبوا بوضع حد للفساد في العراق إلا أن المتظاهرين هم أول من أعلن مقاطعة المشاركة بالتصويت بعد أن قمعوا بوحشية مما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف منهم فضلا عن 43 اغتيالا استهدفت ناشطين وصحفيين وختمت لوفي جارو تقريرها بأن العراق له موارد نفطية كبيرة يحرص الماسكون بالسلطة على عدم مشاركتها مع غيرهم وذلك يؤجج الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي لتصبح هذه البلاد مركزا وملتقى طرق لصراعات الشرق الأوسط والعالم بأسره شكرا